اهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من سلسلة ازاي تكرأ الاشياء العادية على الصدر الشيست اكس ري والحلقة دي الجزء الاول من السلسلة ان شاء الله خليك تكرأ الشيست اكس ري في اربع خطوات بس مش عايز اطول عليك اكتر من كده وخلينا نبدأ الحلقة لو عايز تكرأ الشيست اكس ري يبقى لازم تمشي معايا بنفس الخطوات دي هم اربع خطوات بس اول حاجة ادنتفايف يوم تاني حاجة كويكيت شاك تالت حاجة هارت رابح حاجة شاست هفاهمك كل خطوة بتتكلم عن ايه هبدأ باول خطوة وهي ادنتفايف يوم المقصود بها واني اعرف البوسيجن بتاع العيان يعني الاشعة اتخذت في انهي وضع تعالا بقى نتكلم عن 6 بوسيجن للاشعة اول واحد وهو بوستيرو انتيريور فيو تاني واحد انتيرو بوستيريور فيو تالت واحد لاترال فيو رابح واحد وهو لاترال ديسيوبيتوس خمس واحد لردوتيك فيو 6 واحد اوبليك فيو تعالا بقى نتكلم عن كل بوسيجن ونشرحه ونفهم معناه الوضع الاول وهو بوستيرو انتيريور فيو وبنختصره في البي اي فيو معناه ان الاشعة بتيجي من الظهر بصوا الاسرة دي بنخلي العيان واقف ويحضن الفيلم والاشعة بتختار الجسم من الظهر وده يعتبر احسن واشهر وضع تعمل به الشيس اكس ري ودي صورة الشيس اكس ري اللي بتظهر ودي كمان صورة من عندي او مش حرمك من حاجة الوضع التاني وهو انتيرو بوستيريور بيو وبنختصره في ال اي بي فيو واللي معناه ان الاشعة بتجي من قدام بصوا لصورة دي كده بنخلي العيان نايم على ظهره ونحط الكاسد تحت صدره والاشعة بتختار الجسمه من قدام وده اكتر وضع مشهور في العيان المركزة ودي صورة الشيس اكس ري اللي بتظهر ودي كمان صورة من عندي سؤالك دلوقتي ايه الفرق بين وضع ال بي اي فيو وال اي بي فيو اللي بيظهر في الشيس اكس ري هتديك صورتين ملع عينك منهم وركز في التفاصيل قوي بس انا هسألك سؤال قبل مبدأ القلب موجود فين قدام ولا وراء ولا في النص قدام تمام نمسك اول صورة بستيرو انتيريور فيو وزي ما قلت لك بنختصر في ال بي اي فيو الصورة التانية انتيرو بستيريور فيو وزي ما قلت لك بنختصر في ال اي بي فيو الصورتين لنفس العيان ونفس المسافة بس لو جيت تبص على القلب هتلاقي شكل القلب هنا غير شكل القلب هنا فبنامل ايه بنشوف حاجة اسمها كارديو سوراسيك ريشيو يعني بقيس عرض القلب وبقرنه بعرض الصدر فالمفروض ان عرض القلب يكون اقل من نص عرض الصدر تعالوا نطبع الكلام ده على الصورة الاولى ده عرض القلب وده عرض الصدر هتلاحظ ان عرض القلب اقل من نص عرض الصدر وده الطبيعي هنا القلب قريب من الفيلم فما حصلوش تكبير وده الطبيعي البسجن ده يعتبر احسن حاجة تقدر تشخص منه الحالة ونبص على كل حاجة نجي بقى للصورة التانية ده عرض القلب وده عرض الصدر هتلاحظ ان عرض القلب بقى نص عرض الصدر وده مش طبيعي هنا القلب بعيد عن الفيلم فحصلو تكبير وده مش طبيعي وفي الحالة دي لو جيت تشخص القلب هتشخصه غلط وهو مفوش حاجة عشان كده في الوضع ده مش بيهمنا اننا نبص على القلب اللي بيهمنا فعلا هو اننا نبص على الرأة لاننا وعايز اعرف حاجة في القلب هقدر اعرفها من كذا طريقة مش شرط اعمل شيس اكس ري الوضع ده بنستدمه مع عيان العناية مركزة اللي هو مش قادر يقف او واحد عامل حدثة كمان هنا العيان لو قلتله خد نفسك وانت نايم مش هيخد نفس كويس زي ما هيخده لو واقف ندخل بعد كده في الوضع التالت وهو معناه ان الاشعة بتيجي من الجنب سواء بقى ريت او لفت ده بيرجح حسب المشكلة بنعمل ريت لاترال لو المشكلة كانت في الجنب لمن وبنعمل لفت لاترال لو المشكلة كانت في الجنب الشمال لو جيت تبص على الصورة هتلاقي العيان واقف وجنبه الشمال لامس الفن والاشعة بتختار الجسمه من الجنب اليمين ده معناه ان العيان عنده مشكلة في الجنب الشمال ودي صورة الشيس تكس ري اللي اتزهر الوضع الرابع وهو العيان بيكون نايم على جنب وضامم ايده على راسه وتاني رجليه الوضع ده كان موجود من زمان وما بقاش موجود دلوقتي طب هو اصلا كانت ايه فايدته كان بيخلينا نشوف المياه اللي مش بينشوفها في وضع البوستيرو انتيريور فيو انا وانت كده برضو وانت كده بالصف عشان تفهم المعلومة دي اكتر ركز في الصورة دي قوي الصورة دي ات متاخده في وضع البوستيرو انتيريور فيو واخد بالك من السام اللي انا حطه ده طب انا حطه هنا ليه عشان شاكك ان فيه بلورال افيوجين يعني مياه على الرأة في الحالة الازجادية بنعمل ايه عشان نتأكد بنخلي العيان يعمل شيس اكس ري في وضع زي الصورة دي لو ركزت فيها هتلاقي المياه سحبت يبقى كده فيه بلورال افيوجين يعني مياه على الرأة ليه بقى مش بنعمل الوضع ده دلوقتي لان بقى فيه حاجة اسمها التراساوند الصنار وده يعتبر من احسن الحاجات للصدر عشان تشوف فيه بلورال افيوجين ولا لا الوضع الخامس وهو لوردوتيك فيو العيان بيبقى مقصر شوية ومريح ظهره ونص التحتاني طالع لقدامي ايه فايدة الوضع ده في البوستيرو انتيريور فيو الطبيعي انك بتلاقي الكلافيكال عضمة التركوة مغطية على الحتة اللي فوق من الرأة اللي متعلمة بالاسهم البيضاء ايوه اللي انت شايفها دي الحتة دي بيحصل فيها مشاكل كتيرة اشهرها التي بي السل الرئوي وعشان نعرف نشوف في الابكس اوف لانج اللي هي الحتة اللي انا قدتلك عليها بنخلي العيان يعمل شيست اكس ري في وضع لوردوتيك فيو زي الصورة دي فايدة الوضع ده انه هو بيخرج الكلافيكال لفوق شوية عشان ما تغطيش على الابكس اوف لانج عشان تعرف تشوفها يعني هنا الكلافيكال بره الشيست فهنا تعرف تشوف الابكس بتاعت الرئة في اليمين والشمال الوضع السادس وهو اوبليك فيو العيان بيقف وجنبي بيلمس الفيلم وده اللي بيتصور وجنبي تاني بعيد عن الفيلم وده مش بيتصور ده بيرجح حسب مشكلة العيان هل هي في الجنب اليمين ولا الشمال بنعمل راية اوبليك لو المشكلة في الجنب اليمين زي اللي واضحة قدامك دي الجنب اليمين هو اللي لامس الفيلم والجنب الثاني لا بنعمل ليفت قبليك لو المشكلة في الجنب الشمال زي اللي واضحة قدامك دي الجنب الشمال هو اللي لامس الفيلم والجنب الثاني لا طب ايه الهدف منه الهدف بتاوح حاليا ان يشوف الربس الدلوع هل هي نورمال سليمة ولا فراكشر مقصورة وده احسن وضع تشوف هل الدلوع فيها كسر ولا لا لان البوستيرو انتيريور فيو ممكن ما تشوفش فيه كسر انما القبليك اتضلع بالكامل بيتفرد فلو كان فيه كسر هيبان واتشوفه على طول تاني حاجة هنتكلم عليها كويك تشك بمعنى انك هتاخد لمحة سريعة عن الاشعال في ايدك وده هنلخصها في ست نقاط اول حاجة تاني حاجة تالت حاجة رابع حاجة INSPIRATION OR EXPIRATION خامس حاجة BENETRATION ساديس حاجة COLORS تعالى نمسك نقطة نقطة ونشرحها اول حاجة معناها هو العيان دم يعني في نص الفيلم ولا واخد جنب او انحراف معين وده نعرفها زي بص على الصورة دي عشان تفهم اكتر احنا نيجي عند نهاية عظمة الكلافكال عظمة التركوة هنبدأ بالرأة IND CLAPICAL نهاية عظمة التركوة اليمين ونسميها B ونيجي عند LEFT IND CLAPICAL نهاية عظمة التركوة الشمال ونسميها C ونيجي عند منطقة SPINUS PROCESS ونعمل MIDLINE خط في النص خط وهمي ونسميه A ماشي وبعدين هتقسم مسافة بين نهاية عظمة التركوة اليمين اللي مسمينا بحرف ال-B والخط اللي في النص اللي مسمينا بحرف ال-A يعني المسافة بين ال-B وال-A وبعدين هتقسم مسافة بين نهاية عظمة التركوة الشمال اللي مسمينا بحرف ال-C والخط اللي في النص اللي مسمينا بحرف ال-A يعني المسافة بين ال-C وال-A هتلاحظ ان الاثنين قدي بعض ده معناه ان العيان centralized وده الصح يعني العيان في نص الفيلم بالزبط ناخد صورة كمان اول حاجة نركم الصورة هنا A وهنا B وهنا C نقص المسافة بينهم هتلاحظ ان المسافة بين ال B وال A مش قد المسافة بين ال C وال A يعني كده الاثنين مش قد بعض فبنسميها rotation يعني العيان اللافف مش فنص الفيلم بالزبط السؤال هنا العيان اللافف يمين ولا شمال هوريك صورتين للروتيشن في اليمين والشمال الصورة الاولى اول حاجة بنعملها اننا نركم الصورة هنا A وهنا B وهنا C نقص المسافة بينهم هتلاحظ ان المسافة بين ال B وال A اصغر من المسافة بين ال C وال A يعني المسافة بين ال RATE اند كلافيكال والسبيناس بروسيس صغيرة في الحالة دي العيان عمل روتيشن ناحية الجنب الشمال الصورة التانية اول حاجة نركم الصورة هنا A وهنا B وهنا C نقص المسافة بينهم هتلاحظ ان المسافة بين ال C وال A اصغر من المسافة بين ال B وال A يعني المسافة بين ال LIFT اند كلافيكال والسبيناس بروسيس صغيرة في الحالة دي العيانة عمل روتيشن ناحية الجنب لمي اعتقد كده ان انت فهمت الفرق بينهم تمام كده ندخل في الحاجة التانية ميل اور في ميل مهم جدا تبقى عارف انت ماسك اشعة للراجل والاست في الحقيقة سؤال ملحي جدا وملح عليها انا شخصيا ازاي الفرق بينهم لو كانت الحالة في ميل واحدة ست هيبقى حاجة اسمها بريست شادو يعني ظل السدي في الاشعة هتديلك ثلاث صور هتخليك تفرق بين اشعة الراجل والست اول صورة واخد بالك من الظل ده ده بقى اسمه بريست شادو ظل السدي تبقى الحالة في ميل واحدة ست تاني صورة واخد بالك بقى من حاجة ها ايوة الظل الظل ده بقى الريست شادو تبقى الحالة في ميل تالت صورة واخد بالك ان ما فيش ظل تبقى الحالة ايه ميل يعني راجل في حاجة مهمة او تركز فيها لو جيت تبص على الصورة دي هتلاقي الجنب اليمين في بريست شادو لكن الجنب الشمال مفيش حاجة ده معناه ان البريست تشال ولما يتشال بتخلي الرئة اللي تحتية تصود من الطبيعي وانت اكيد واخد بالك من فرق اللون اللي واضح قدامك بين الرئتين الرئة اللي فيها البريست هتلاقي فتحة شوية عن الرئة اللي تشال منها تمام كده الدنيا ماشى معك تمام تبقى الحالة في ميل وبين كوصين مستكتومين يعني حصل استقصال لسا دي ندخل في الحاجة التالتة رايت اند ليفت هتلاقي مكتوب حرف الار وده معناه رايت سايت بيعرفك ان ده جنب اليمين وحرف الال ده معناه ليفت سايت بيعرفك ان ده جنب الشمال بص كده على الصورة دي واخد بالك ان مكتوب حرف الار ده معناه رايت سايت وكمان مكتوب حرف الال ده معناه ليفت سايت خليك ملقتش حاجة مكتوبة هتعرفها ازاي سوى بقى مكتوب او لأ عينك على الهارت اللي هو القلب دايما القلب بيبقى اتجاهه نحية الشمال اول ما تلمح القلب تعرف ان ده جنب الشمال بس كده وخلص الموضوع ندخل في الحجر الرابعة Inspiration or Expiration عشان تشوف الاشعة كويس لازم العيان يكونوا واخد Good Inspiration شهيه كويس في خلال تصوير الاشعة عشان الاشعة بتكونوا واضحة وتقدر تشخصها ودي بنعرفها زي لو لقيت عدد الانتيريور ريبس الدولار الامامية من ستة لتمانية او البستيريور ريبس الدولار الخلفية من تسعة لعشرة وساعات بتوصل لأحداشر هفكرك بمعلومة اخدتها من زمان اوي عدد الانتيريور ريبس الدولار الامامية تمان دولار وعدد البستيريور ريبس الدولار الخلفية اتناشر دولار هوريك على الصورة ترتيب الريبس سواء بقى انتيريور امامية او بستيريور خلفية عايزك بقى تعلي جودة الفيديو عشان تشوف الصورة كويس الدولار اللي زارها دي اسمها بستيريور ريبس وتعالى نعدهم مع بعض ده اول واحد التاني التالت الرابع الخامس السادس السابع التامن التاسع العاشر الحداشر الاثناشر كده عددهم مزبوط تعالى اوضح لك برضو الانتيريور ريبس في الجنب التاني الدولار اللي مخفية دي اسمها انتيريور ريبس وتعالى برضو نعدهم مع بعض ده الاول التاني التالت الرابع الخامس السادس السابع التامن كده عددهم مزبوط تعالى نطبق الكلام ده على صورة الاشعة دي تعالى نعد مع بعض البستيريور ريبس واحد عدد تاني تالت الرابع الخامس السادس السابع التامن التاسع العاشر وكمان الحداشر اوه يبقى كده البستيريور ريبس عددهم حداشر يبقى العيان عمل جود انسباريشن يعني اخد نفس كويس عايز تعد برضو الانتيريور ريبس مفيش مشاكل عدهم كده معايا ادي واحد ادي اتنين تالاتة اربع خامسة ستة سبعة يبقى كده عدد الانتيريور ريبس سبعة يبقى العيان عمل جود انسباريشن يعني اخد نفس كويس تعالى عرفك الفرق بين الانسباريشن والاكسباريشن ركز في الاشعة اللي على الجنب الشمال لو بصيت على الانسباريشن تحس ان هي اشعة محترمة تعرف تشخصها لكن لو بصيت على الاشعة اليمين دي بقى الانسباريشن تلقيها متبادلة ومش هتقدر تشوفها اي حاجة اعتقد كده ان الفرق واضح بينهم ندخل بعد كده في خامس نقطة وهي بنتريشن معناها جرعة الاشعة كانت كويسة ولا لأ ودي بنعرفها زي بنعرفها عن طريق الدايافرام الحجاب الحاجز لازم اقدر يفرق بينه وبين القلب ويكون واصل تقريبا للسباين هواريك الاول صورة الدايافرام ايوه هو ده بقى الدايافرام شايف الشكل اللي وقده في الصورة ده تعال بقى شوف الشكل ده بس على الاشعة الاسهم التلاتة دول بيوضحوا شكل الدايافرام وده الهارت اللي هو القلب ولو نظرك منساعدك شوية هتاخد بالك ان الدايافرام وصل لحد اللي صبين اللي هو العمود الفقري في الحالة دي بنسميها وده الصح لكن في حالتين كمان لازم تبع عرفهم اول صورة زي ما شرحت لك اللي عليها بالضبط وقلت لك اسمها وده الصورة دي وقارنها بالصورتين اللي اوارهم لك دلوقتي تاني صورة لو بصيت للاشعة دي مش هتقدر تفرق بين الدايافرام والقلب لاني زي ما انتا شايف بيضة ومش هتعرف الدايافرام وصل للسبين ولا لأ فبنسميها under penetration تالت صورة في الاشعة دي الدايافرام وصل للسبين لكن مش هتقدر تفرق بين الدايافرام والقلب لاني زي ما انتا شايف سودا فبنسميها over penetration تمام كده الفرق بينهم واضح ندخل في اخر نقطة وهي colors درجة اللون بتظهر في الاشعة بتعتمد على كمية امتصاص كل عضو في الجسم للاشعة يعني مثلا اول حاجة ال air الهواء مش هيمتص اشعة وبالتالي الاشعة هتعدي وتحرق الفيلم فيبان باللون الاسود زي ما انا موضح لك بيسام في الصورة كده البون العظم هيمتص جزء معين والباقي هيعدي يحرق الفيلم فيبان باللون الابيض او الرماضي الخفيف زي ما انا موضح لك بيسام في الصورة كده ثلاث حاجة الفات الدهون هتمتص جزء معين والباقي هيعدي يحرق الفيلم فاتبان باللون الرماضي الغامق زي ما انا موضح لك بيسام في الصورة كده فيلود او السوفت تيشو السوائل او الانسجة النعمة السوائل زي الدم الموجود في القلب واي سوائل او افرازات موجودة في الرئة والانسجة النعمة زي العضلات المهم بقى السوائل او الانسجة فالتنين هيمتص جزء كبير والباقي هيعدي يحرق الفيلم فيبانوا باللون الرماضي الفاتح زي ما انا موضح لك بيسام في الصورة كده خامس حاجة ميتل المعدن زي سوستة في الهدوم او عملات معدنية جنيه فوضة مثلا الحاجة المعدن هتمنع الاشع انها تعدي تماما للفيلم فاتبان باللون الابيض الناصع زي ما انتا شايف في الصورة كده بس في حاجة اللي مش فايبها حاجة واحدة بس ننبص على الصورة دي ونراجع الالوان مع بعض هناخدها من الشمال اللون الاسود قلنا عليه ان هو ايه الاير اللون الرماضي الغامق قلنا عليه الفات اللون الرماضي الفاتح قلنا عليه فلود او السوفت تيشو اللون الابيض او الرماضي الخفيف بنسميه البون اخر حاجة الابيض الناصع متل وبس كده انا شرحت لك كل حاجة خاصة بدرجة اللون اللي بتظهر في الاشعة هدك مثال عشان اعرف انت فهمت ولا لأ الصورة اللي قدامك بيض عليها اربع اسهم كل اللي عليك تعمله هتقول لي كل سهم بيدل على ايه وقف الفيديو وفكر في الاجابة السهم الاول معناه البون السهم التاني معناه فلود او رسوفت تيشو السهم التالت معناه اير السهم الرابع معناه فات الموضوع سهل وبسيط بس محتاج ممارس اكتر وبكده انا وصلت للنهاية الجزء الاول يارب بتكون في امتي اساسات الشيست اكس ري وان شاء الله في الجزء التاني هتتعلم ازاي تشخص الشيست اكس ري لان زي ما قلتلك هتكرأ الشيست اكس ري في اربع خطوات بس انا شرحت كده خطوطين وهم اول حاجة تاني حاجة والجزء التاني هشرح الهارت لو عجبك المحتوى اللي بقدمه وحابب تساعدني ممكن تعمل لايك وشير للفيديو وسبسكراب للقناة وتكتب لي رأيك في الحلقة عشان دهي مني جدا سؤالك دلوقتي من المصادر اللي انا سايبها لك تحت في صندوق الوصف يبقى انزل بص عليها سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة